بوادر تسارع جديد في العلاقات السورية مع الدول العربية اتصال بين الرئيس الأسد والعاهل الأردنية وإعادة فتح معبر جابر نصيب بين الأردن وسوريا بشكل كامل ولقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيره السورية على الأرض خريطة معقدة من النفوذة وعلاقات نسجتها سنوات الأزمة خارج جامعة الدول العربية فكيف يتفاعل الدخول العربي على خط الاستفاف الإقليمي والدولي في سوريا وما هي خيارات دمشق أمام تداخل الحسابات هذا ما أصلت عليه الضوء في حلقة هذا الأسبوع من على الحدود أهلا بكم أنتم أيضا يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على الرابط الشرق.com سلع شبوت والإجابة عن السؤال استطلاعنا السؤال هل يشكل الأردن بوابة انفتاح عربي على سوريا بنعم أو لا إذن 31% قالوا لا و69% قالوا نعم لمناقشة ملف هذا الأسبوع من على الحدود أرحب بضيوفي الكرام من عمان وزير الإعلام السابق السيد سميح المعيطة أهلا وسهلا بك ومن دمشق عضو مجلس الشعب سابقا السيد شريف شحادي أهلا وسهلا ومن الرياضة كبير المستشارين ومدير برنامج الدراسات الأولية في مركز الخليج لأبحاث الدكتور هشام الغنام أهلا وسهلا إذن ضيوفي الكرام أرحب بكم جميعا وأبدأ هذا النقاش بعدما نستعرض هذا التقرير معا نتابع في أواخر العام 2018 عندما أعلنت الإمارات استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأكدت البحرين استمرار العمل في سفارتها في دمشق كان قد مر نحو أسبوعين على فتح معبر جابر نصيب بين سوريا والأردن بشكل جزئي وكان حديث يتصاعد حينها في منابر أعلامية ودوائر سياسية عن حاجة الدول العربية إلى مقاربات جديدة بعد سنوات من الأزمة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد كراءة متأنية للتطورات وهو وليد قناعة بأن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري بعد أسبوع من تلك التطورات تشارك سوريا في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمان وتستضيف دمشق وزير الصناعة الأردني في أول لقاء من نوعه منذ سنوات وفي حلول الشهر الجاري يكون استفاق استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا قد بلغ مراحل متقدمة على ما استشفى من اجتماع رئيس الوزراء الأردني في بيروت مع نظيره اللبناني خلال الاجتماعي تطرقنا إلى العلاقات الثنائية وخاصة بما يتعلق بموضوع الطاقة فهل شيء سيكون مكان مباحثات ثنائية بين معالي وزير الطاقة ومعالي وزيرة الكهرباء الأردنية اللي حيكون فيه عندهم وزيرة الطاقة الأردنية لحتى نقدر نتوصل على أمور استجرار الكهرباء من الأردن وأيضا على الغاز المصري الذي سيمر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان بانتظار ذلك يعود معبر جابر نصيب لتصدر موجة تسارع جديدة في العلاقات السورية مع الدول العربية بعد افتتاح هذه المرة بشكل كامل وللمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات اتصال بين الرئيس بشار الأسد والعاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني اجتماع بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوري محادثات على هامش إكسبو دبي لتفعيل مجلس رجال الأعمال الإماراتي السوري وحديث جديد عن عودة دمشق إلى الجامعة العربية بعدما أصبحت ساحة تنافس دولي وإقليمي بعدما استعرضنا هذا التقرير أبدأ هذا النقاش مع ضيوفي الكرام أبدأ مع ضيفي من دمشق السيد شريف شحاتي الحدود مع سوريا هي شريان مهم لاقتصاد الأردن للأردن مصالح اقتصادية تجارية مائية مع الطرف السوري ولكن ماذا عن دمشق ماذا تريد من عودة العلاقة مع عمان مساء الخير لك يا أستاذ المشاهدين ولضيفك الكرام الحقيقة نحن ننظر إلى الأردن على أنه بوصل في العلاقات الأميركية العربية خاصة أن الأردن يتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأميركية ومن هذا المنطلق وجدنا ما تحدث به جلالة الملك عبد الله في أكثر من مناسبة من أن الأمور يجب أن تعود في سوريا إلى مجرأها وأن يجب علينا أن نفهم أن إسقاط النظام أمر مستحيل وعلينا أن ندرك أننا دخلنا في مرحلة جديدة ولذلك عندما قامت القوات السورية باسترجاع منطقة محافظة درعة كان هناك رسائل من المسلحين تناشد ملك عبد الله بتدخل لكن الأردن رفض ذلك وهذا يعني أن الأردن فهم أن اللعبة في سوريا قد انتهت وبالتالي في العلاقات يجب أن تعود كان من هذا المبدأ فتح العلاقات الحدود بين سوريا والأردن ونازل منطلق أيضا الاتصال الذي جرى بين الرئيس السوري بمشار أسد والعائل الأردني الملك عبد الله وأعتقد أن المصالح الاقتصادية هي مصالح قوية خاصة أن الأردن هو بالنسبة له سوريا الرئي التي يتنفس منها من خلال العلاقات الاقتصادية ومن خلال موضوع المياه ومن خلال أيضا الموضوع السياسي لأن ما يجري في سوريا على الحدود بين الأردن وسوريا يؤثر سلبا وإيجابا بالعلاقات السورية والأردنية لذلك نحن نقول الأردن سعى خطوة صحيحة نحو الأمام وسوريا تسعى خطوة أيضا نحو الأمام وفي هذا المجال سوف يتم عادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية والسياسية خاصة مع اللقاء وزير خارجية السوري والأردني في أكثر من المناسبة وكذلك وفد اقتصادي أردني زار سوريا وكان هناك تفاهمات اقتصادية في هذا المجال لذلك أنا أقول الأردن بوابته سوريا وسوريا بوابة الأردن تحدثت عن العلاقة الأردنية الأمريكية الوطيدة وهي أحد أسباب هذا التقارب السوري الأردني وهنا أتحدث عن هذه النقطة ولكن بعد قليل ولكن أنطلق من فكرة المحادثة الهاتفية وأسأل ضيفي من عمان سيد سميح المعيطة هذه المحادثة الهاتفية التي تمت بين الملك الأردن والرئيس السوري ما هو سقف أي تقارب محتمل في المرحلة المقبلة بين سوريا والأردن مساء الخير لحضرتك و لضيوفك الكرام و لكل المشاهدين الحقيقة المحادثة هي السقف يعني المحادثة الهاتفية بين جلالة الملك والرئيس بشار هي تقول أن هناك وصول إلى الحد الأقصى من التواصل السياسي لأنه لما يكون التواصل بين قائدين البلدين معنى ذلك أن هذا الحد الأعلى الذي تم وصوله في العلاقات السياسية تمام تمام تعرف حتى كمان أشير أن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن و سوريا لم تنقطع خلال سنوات الحرب يعني السفارة السورية في عمان بقيت تعمل خلال هذه السنوات وما زالت السفارة الأردنية في دمشق لم تغلق سياسيا أغلقت لأسباب أمنيا أو توقف العمل لا أقول أغلقت إنما توقف العمل وهناك اليوم قائم بالأعمال الأردني موجود في دمشق بمعنى أن العلاقات الدبلوماسية كانت موجودة تم رفع مستوى العلاقات السياسية والاتصالات العلنية لأنه حتى في سنوات الأزمة و سنوات الحرب كان هناك تواصل عسكري أمني بين الأردن و سوريا بحكم الحدود الطولية التي تمتد لأكثر من 370 كيلومتر طولي بين الأردن و سوريا هذه الحدود الشمالية للأردن والجنوبية لسوريا وفيها مصالح أمنية وعسكرية ومصالح مهمة للأردن لأن الأردن كانت على حدوده أو قريب من حدوده تنظيمات المتطرفة وتنظيم داعش ونحن نتذكر بالأردن ارتقاء شهداء من الجيش الأردني عندما قام مجموعة من داعش بالهجوم على نقطة حدودية أردنية واستشهاد عدد من الجنود الأردنيين فهي المصالح مشتركة والتنسيق كان موجود بمستمعيا في هذه المرحلة الأردن لدي وجهة نظر سياسية وهي أن هذه الحرب بعد 10 سنوات أفرزت واقع جديد وهو أن الدولة السورية بقيت صامدة وأن الحكم في سوريا بقي موجودا ولم يتغير وكل الذين حاولوا تغيير النظام في سوريا بعد 10 سنوات لم يصلوا إلى نتائج وبالتالي لابد للعالم ولابد حتى للعرب أن يتعاملوا مع الواقع الموجود وأن يقتربوا من سوريا وأن يقربوا سوريا إليهم سوريا في النهاية بلد عربي كان موجود في الإطار العربي وفي الجامعة العربية طبعا أي بلد له أصدقاء وله خصوم وله أعداء حتى في داخل الإطار العربي حتى الآن يعني ليس فقط سوريا وبالتالي لهذا البلد يجب أن نقترب منه وأن لا نتركه وحيدا لنا مصالح كعرب وله مصالح أيضا لها مصالح كدولة سورية هذه المقاربة السياسية التي دفعت الأردن لتسريع التواصل السياسي والتقني ومنها أيضا كان موضوع المساعدة لبنان في موضوع الكهرباء الموضوع الذي قادوا الأردن ومصر ووصل إلى نهايات أن حتى الحكومة اللبنانية السابقة التي كانت لا تخيم علاقات مع سوريا ونصف لبنان مع سوريا ونصف ليس مع علاقات مع سوريا قامت بزيارة إلى دمشق برئاسة ناب رئيس الوزراء وتم التوافق على موضوع نقل الكهرباء والغاز عبر الأردن من مصر ومن الأردن إلى لبنان عبر سوريا فالتطورات كانت مرتبطة بأكثر من ملف لكن أرضيتها هي أرضية سياسية بالتأكيد أسأل هنا دكتور هشام الغنام من رياض إذن يبدو بأنه ليس جاهز ضيفنا من رياض أعود له بعد قليل أبقى مع ضيفي من الأردن سيد سميح المعيطة الآن بعد فتح مع برجابر نصيب بعد الحديث عن استئناف الرحلات الجوية وكل هذه العلاقات التجارية الآن بين الجانبين ما هو المتوقع من المزيد من التقارب في الأيام المقبلة ربما يعني أول شيء هي الزيارات كانت مكثفة فنيا كان فيه لقاء رباعي لدول المصر الأردن لبنان سوريا في موضوع الطاقة لكن بعد ذلك زار عمان مجموعة من الوزراء السوريين وزير المياه الري أو المياه وزير الطاقة وزير الزراعة وكان فيه لقاءة فنية أعتقد المرحلة القادمة واضحة هي في تسريع التفاهمات الفنية والتجارية والاقتصادية ومجال المياه تطبيقها لأنه فيه اتفاقيات كانت سابقا وربما الوضع الجديد يحتاج أيضا إلى التعديل أو إلى وضع تفاهمات جديدة تطبيق هذا الموضوع يعني المصالح تتحول من اتفاقيات وتفاهمات إلى أبداللعقة سياسيا الأردن يؤمن تماما أنه لابد من الذهاب إلى سوريا وربما الأردن يقوم بتقريب وجهة النظر بين بعض العرب وبين سوريا بحيث أن هذا التقارب السياسي العربي السوري ربما يأخذ خطوات أخرى أكثر تسارعا خلال الفترات القادمة هنا أسأل دكتور هشام أصبح جاهز معنا من الرياض انطلاقا من مقال ضيفنا سيد سميح المعيطة من عمان جهة التعامل مع الواقع الموجود لجهة تسريع التفاهمات مع سوريا هل هذا التقارب في العلاقات بين دمشق وعمان هل يعني بالضرورة تقارب عربي مع سوريا مساء الخير لك عزيزتي ولو ضيوفك لك هارم الحقيقة نعتقد هذه منطقة شائكة في التحليل والاستشراف مثل ما كانت حدة مقاطعة مختلفة للنظام السوري من الدول العربية أيضا محاكاة سرعة عادة العلاقات ستكون يعني لن تكون متطابقة الحقيقة وستكون مختلفة حتى في تسارعها وحتى في حجمها وإطارها كل دولة مختلفة عن الأخرى في هذا الإطار إذا كانت دول عربية معينة بعض الدول الخليجية نعت بنفسها عن لبنان تماما فيجب أن نتوقع بالمثل أن يحدث في سوريا إذا أخذنا مثالا من التاريخ من الثمينات الميلادية عندما أحكمت الدولة السورية سوريا حافظ الأسد وقتها سيطرتها على مفاصل الدولة اللبنانية ورعت ما يسمى بالاتفاق الثلاثي الإحبيق عن المسيحيين وليج جمبلاط عن الدروز ونبيه بري عن الشيعة وكان السنة مغيبين تماما السعودية تقبلت الواقع كما هو ورعت وعادة تشكيل ما يسمى باتفاق الطائف لاحقا وتعاملت ببراغماتية مع الوضع القائم هذا ما سيحدث أتصور مع الوضع السوري حاليا هذه الدول تحديدا دول الخليج التي يبدو أن لها موقف أعتقد أنها سيكون مختلفة عن بقية الدول العربية لسبب واحد لأنها دورها سيكون لو حدثت مصالحة في سوريا وحدثت حل سياسي في سوريا فسيكون دور الدول الخليجية ليس فقط الدعم المادي لكن أيضا بالخبرات والقدرات على عادة بناء عادة الإعمار في سوريا سيكون دورها محوري ذلك حركتها ستكون مختلفة تجاه سوريا وتجاه نظام السوري أنا أقول الحقيقة لا يوجد حل سحري في سوريا لا يوجد دولة خاصة دول الخليج تتوهم أنه سيكون هناك حل مفاجئ في سوريا وستهرع جميعها إلى المصالحة وتطبيع مع نظام السوري بشكل كامل المشهد معقد جدا في سوريا خاصة بالنسبة لدول الخليج أولا هناك مواقف دولية مختلفة الموقف الأمريكي أولا يريد أن يبقى النظام يبقى الأمر الحال كما هو لا يريد يعادة تطبيع ولا يعادة تاهل النظام دوليا الموقف الروسي يريد أن تدخل دول الخليج حتى توازن الوجود الإيراني في سوريا وهذا أيضا لا يبدو ترى منطقيا لأنه لا يوجد أحد يعني أتصور في عقله يتصور أنه بالإمكان موازنة الوجود الإيراني الآن في سوريا ما سيحدث هو تمكين إيران بالمجان وهذا لن تقوم به دول الخليج لا بد أن يتغير الوضع الأرض في سوريا لا بد أن يكون هناك حل توافقي في سوريا قبل أن تدخل هذه الدول بشكل أواخر قد يكون إذا قلت هذا قد يكون هناك مبادرات محدودة في إطارها مفاهمات معينة تفاهمات في بعض المجالات لكن لن يكون هناك تطبيع بشكل كامل من نظام السوري في وضعه الحالي نعم سنتحدث بالمزيد والتفاصيل عن إيران في سوريا والعلاقة الإيرانية السعودية ولكن بعد قليل ضيوف الكرام ابقوا معنا إذن هل يشكل الأردن بوابة انفتاح عربي على سوريا أم أن العلاقات بين عمان ودمشق أصلا هي امتداد وتكريس لمقاربات عربية كبرى هذا ما سأناقشه في الجزء الثاني من هذه الحلقة ابقوا معنا إلى جنب معبر جابر نصيب تمتد على طول الحدود السورية نقاط عبور برية مع دول الجوار ولكن معظمها أصبح بعد عشر سنوات من هذه الأزمة تحت سيطرة قوات أجنبية فيما يبقى بعضها مغلقا عن جراء الوضع الميداني نتابع ترجمة نانسي قنقر 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 أعود لا النقاش وأسأل لضيفي من دمشق سيد شريف شحادي مصادر متعددة قالت بأن وزير الخارجية السوري التقى بالفترة الأخيرة تسعة وزراء خارجية عرب نفس وزير الخارجية فيصل مقداد قال بأن الحوار العربي لم ينقطع ولكن هناك عقبات كثيرة تحول دون إحراز أي نتائج ما هي هذه العقبات؟ حقيقة الاتصالات السورية مع كثير من الدول العربية كانت وما زالت قائمة حتى في أيام الأزمة فأريد أن أؤكد لك أن وفدا إماراتيا زار سوريا في بداية الأزمة في سوريا وشجع الحكومة السورية على قمع المجموعات المسلحة وأسمعهم بالتسميات جماعة الإخوان المسلمين ثم تغيرت المواقف بضغط الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإسرائيل لجهة إسقاط الحكم في سوريا والدولة السورية ومن لم يستطع إسقاط النظام الحكم على مدى عشر سنوات لن يستطيع لذلك عندما تحدث الملك عبد الله وقال علينا أن ننضج كان يعي ما يقول يعني بمعنى أن اللعبة في سوريا انتهت وأن إسقاط الدولة في سوريا أمر مستحيل ولذلك نفهم اليوم لماذا هناك علاقات سورية أردنية جيدة نعم أقول لك بصراحة هناك من يفتح خطوط مع سوريا لكنهم ما زالوا يخشون الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول العربية وزراء خارجية الدول العربية التقوا مع السيد فيصل المقدات في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش البعض يرى سيد شريف أن المشكلة في هذه المرحلة ليست في الولايات المتحدة الأمريكية المشكلة هي في التوافق العربي في طريقة التعاطي مع سوريا نعم هناك عدم توافق عربي لكن ليس الجميع استثني قطر وهي صاحبة فكرة الربيع العربي وأسقاط الأنزمة ثم السعودية السعودية نسمع بين الفينة والأخرى أن هناك مجال لفتح بواب في العلاقات السورية والسعودية لكنها لم تنضج وإذا ذهبت إلى باتجاه المشرق العربي أو باتجاه دول الخليج دول الخليج الإمارات هناك سفارة البحرين هناك سفارة الكويت هناك سفارة عمان هناك سفارة العراق أيضا هناك سفارة وكذلك موقف الجزائر والجميع يدعو إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية أنا أقول بسريع عبارة من وصلحة الدول العربية أن تكون سوريا قوية وأن تعود سوريا إلى الجامعة العربية لأن التوازن الاستراتيجي في المنطقة لا يمكن أن يقوم وسوريا ضعيفة على العرب أن يدركوا أن قوة سوريا هي قوة للعرب وأن قوة سوريا هي مكان استراتيجي في الأمن القوم العربي ولذلك بوابط الأدن نحو العرب هي بوابط صحيحة نعم سمح لي هنا أسأل دكتور هشام من الرياض عن وجهة النظر السعودية هناك تقدم في المحادثات الإيرانية السعودية بحسب التصريحات الرسمية التي صدرت إلى الآن كيف يمكن إسقاط ذلك على الأزمة السورية وتطور العلاقة مع النظام في سوريا أنا أعتقد أن هناك نقطة لافتة وهي الضغط الأمريكي وهو أساسي في فهم تفكيك هذه المعضلة السورية فهم سرعة حدثة العلاقات مع سوريا أنا الحقيقة لا أتفق مع من يقول أن الضغط الأمريكي هو السبب الأساس في هذا التأخير مثلا أو في عدم تقارب بعض الدول الخليجية تحديدا مع النظام السوري أو مع سوريا على مدار العوام السابقة نسمع إشاعات كثيرة عن عودة العلاقات مثلا بين مملكة وسوريا منها حتى وصلت إلى عادة فتاح السفارات إلا أن هذا لم يحدث لأسباب واقعية وفعلية ومنطقية سوريا الآن بشكل الحالي تشكل عبءا على أي نظام سينفتح عليها هي ليست فقط إيران التي تواجد في سوريا عندك إيران عندك روسيا عندك إسرائيل عندك تركيا أي انفتاح على سوريا بشكل الحالي لا بد أن تضع في ذهنها هذه الدولة ستنفتح على سوريا ستنفتح أيضا على وجود هذه القوة معها أيضا في سوريا وهذا الحقيقة أمر مرهق وعبء على أي دولة تفكر بإعادة العلاقات مع سوريا في وضعها الراهل والحق أن الأزمة مع سوريا بالنسبة للسعودية تحديدا لم تبدأ منذ 2011 هي بدأت قبل ذلك هي بدأت قبل ذلك مع النظام السوري والمشاكل كانت قبل أن تبدأ هذه الانتفاضة السورية أو تبدأ هذه الحرب الأهلية السورية في 2011 فالموضوع سيأخذ وقتا وعمل وقت فيه أساسي وأيضا عامل النظرة الدولية لهذا النظام هل سيتم إعادة تأهيل هذا النظام دوليا؟ هل سيتم تعاون معه كنظام كوريا الشمالية؟ هل سيكون كنظام صدام حسين بعد حرب الخليج؟ هذه أسئلة حقها مفصلية ومفصلية إذا حصل تقارب سعودي مع الجانب الإيراني لن ينعكس على العلاقة السعودية مع سوريا؟ ليس بالضرورة أنا مثل ما قلت قد يكون هناك مبادرات محدودة في إطارها قد يكون هناك انفتاح نسبي لكن لن يكون هذا الانفتاح الكامل وعودة العلاقات إلى ما قبل المقاطعة مع النظام السوري لا يجب أن نظر الأمور ببرقماتية الحقيقة وبمنطقية واقعية عودة العلاقات كما كانت سابقا أمر الحقيقة مستبعد في هذه المرحلة أسأل هنا ضيفي من عمان سيد سميح المعيطة البعض ينادي بأنه الآن أصبح الوقت مناسب طبعا بحسب بعض الأطراف لعودة سوريا إلى الجامعة العربية في الدورة المقبلة التي ستعقد في الجزائر هل ستساهم ربما عمان بإجراء نوع من الوسطات لتمهيد الطريق لحصول هذا الأمر يعني الأردن في هذه الفترة قناعته أن سوريا تعود إلى الجامعة العربية لكن هذا الأمر ليس قرار الأردني فقط هذا محصل التوافق العربي لما نحكي عن توافق العربي نحكي عن مسألة معقدة وشوي صعبة لأن العرب في كل القضايا وأزمات الإقليم كان عندنا تباينات دائما نرى الأزمة اليمنية، أزمة ليبيا، أزمة العراق كل الملفات الصعبة في العالم العربي في تباين بالموقف وبالتالي ليس من المتوقع أن يحدث توافق قريب بين العرب على عودة سوريا إلى الجامعة العربية مع أنه كما قلت أن الأردن يرى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية أمر إيجابي لمصلحة الجميع لكن الأهم ربما من عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو عودة الخطوط العربية إلى سوريا عودة العلاقات بين العرب وبين سوريا بشكل مفرد أو شكل تنائي بشكل أو بآخر يعني كلما اقتربت سوريا من الحال العربية كلما عادت الأمور إلى طبيعتها في العلاقات بين سوريا والدول العربية وبالذات الدول العربية المهمة المؤثرة في قرار الجامعة ونحن نعرفها جميعا كلما كانت عودة سوريا إلى الجامعة العربية تحصيل حاصل لكن هي البداية هنا عودة العلاقات بين سوريا والدول العربية وتحديدا دول مؤثرة بقرار الجامعة العربية نحن ندرك في الأردن أن هذا الأمر ليس سهل وأن الحال العربية كمان معقدة كثيرا لكن بالمقاربة العرب مثلا العراق في نفوذ إيراني بالعراق كبير جدا ونفوذ بقوة عراقية حزاب وميليشيات موجودة لكن العرب بعد فترة طويلة من ترك العراق رأوا أن الاقتراب من العراق عادت للحضن العربي الاقتراب العربي من العراق هو يحقق المصلحة ويخفف من نفوذ الإيراني في العراق وهذا الأمر ربما يسقط أيضا على العلاقة مع سوريا لأنه إذا تركت اليوم العلاقة السورية الإيرانية قوية جدا فالمصلحة البعض يرى أنه لا يترك الأمور حتى يضعف النفوذ الإيراني والبعض يرى أنه جزء من العودة العربية هي تقرب سوريا إلى الإطار العربي بكل الأحوال القضية ليست سهلة لكن ربما كلما كان مثلا العلاقة الأردنية السورية اليوم وهي تتسارع إيجابيا قد تشجع بعض الدور التي كانت مترددة يعني بالتقرير حضرتك اللي كان بداية الحلقة كنت أتحدث عن هامش معرض إكسبو بالإمارات يعني إعادة حياء أو إنشاء مجلس الأعمال السوري الإماراتي هذه خطوة صحيح اقتصادية لكن لها بعد سياسي وقد لشهد من دول أخرى اكتراب اليوم مصر قريبة من سوريا الأردن قريبة من سوريا الإمارات قريبة من سوريا طبعا زائد العراق زائد الجزائر بمعنى أن هذا الأمر سيأتي بالتدريج طبعا بالتأكيد ستبقى هناك دول لديها مقاربات خاصة ورأيها الخاصة بالدولة السورية وبالعلاقة مع سوريا بشكل أورا نعم مزيد نقاش معكم ضيوفي الكرام ولكن بعدما أتوقف مع هذا الفاصل الأخير دخول العربي على خط دمشق أمام تداخل قرائط النفوذ الإقليمي والدولي وما هو سقف التعاون أمام قانون قيصر الأمريكي والعقوبات ابقوا معنا رغم استعادة الجيش السوري أجزاء واسعة من سوريا لا تزال مناطق تحت سيطرة القوة التركية أو المعارضة المسلحة أو الوحدات الكردية إذن بالإضافة إلى ذلك قاعدة التنف الأمريكية وأيضا نظرتها الروسية في منطقة حميميم حتى داخل مناطق سيطرة الجيش السوري تنتشر فصائل موالية لإيران على الحدود العراقية واللبنانية وأيضا على مشارف الجولانة فيما تتزاحم الدوريات الروسية والأمريكية في شرق الفرات متابعة تفاصيل ترجمة نانسي قنقر إذن أعود إلى النقاش وأسأل ضيفي من عمان سيد سميح المعيطة مجلة فورين بوليس الأمريكية قالت في مقال بأن واشنطن تخلت عن رغبتها في عزل الرئيس الأسد وتغض النظر عن تجاه الدول العربية لعقوبات قانون قيصر خلال تقاربها مع الحكومة السورية سؤالي هل من ضمانات أمريكية حصلت عليها عمان بالذات خلال الزيارة الأخيرة لملك الأردن للبيت الأبيض في طريقة التعاطي وسقف التعاطي مع دمشق يعني شوف الأردن لما زار جلالة الملك واشنطن بتموز الماضي تحدث وكان الموضوع السوري من الموضوع المهم على أجندة المباحثات الأردن لم يتحدث فقط عن إعادة العلاقات الأردنية السورية أو تصعيد هذه العلاقات إيجابيا إنما كان يحاول أن يقنع الإدارة الأمريكية أن الواقع الجديد يجب أن يتم التعامل معه بنظرة جديدة لأن الأردن يدرك أن حل الأزمة السورية الحل السياسي الذي يطالب به الأردن يجب أن تكون شركاء فيه روسيا والولايات المتحدة والدول المهمة في الأزمة السورية وليس فقط الحالة العربية التي هي أقل تأثيرا لذلك كان يحاول أن يقنع الأمريكان أو يتحدث مع الأمريكان بضرورة التعامل مع الواقع الجديد الذي أفرزته سنوات الحرب العشرة التي أدت إلى هذا الواقع وهو سيطرة الدولة السورية من 70 إلى 80% من الجغرافية السورية وبقاء الحكم في سوريا والسمرار وإلى آخر من هذه التفاصيل طبعا الأمريكان لديهم مقارباتهم الخاصة ولديهم معادلتهم بالتعامل مع الأزمة السورية لكن الأردن هناك هوامش بالحركة حتى بالمواقف الدولية لأنه أيضا بعد أمريكا جاءت الملك زار روسيا وكان حديث مع بوتن بهذا الموضوع فالأردن يتحرك ضمن هوامش سياسية للموقف الدولي والأردن لا يتجاوز على معادلاته وعلاقاته الدولية لكن هناك مساحات هناك قناعات أردنية والأردن هو الذي بادر وذهب باتجاه سوريا وليس العكو وليس بطلب من أحد وبالتالي قناعته هي مصلحته التي يؤمن بها فينا مصلحة البعض يتحدث فقط على الاقتصاد نحن لدينا مصلحة بالحدود الأمن على الحدود الأردنية من أهم المصالح الأردنية الحرب على الإرهاب منع دخول المخدرات والكثير الإرهاب المخدرات كل شيء صحيح وذلك كانت زيارة وزير الدفاع السوري لعمان زيارة مهمة جدا في هذا المجاة هنا أنتقل لضيفي دكتور هشام من الرياض إذن الولايات المتحدة الأمريكية تغض النظر عن عقوبات قيصر مطالبات عربية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ما هي الشروط الخليجية والسعودية للانفتاح على سوريا ولعودتها لمقعدها في الجامعة العربية أنا لا أعتقد الحق أنه بإمكان النظام تطبيق هذه الشروط حاليا الخريطة التي عرضتها قبل قليل الحقيقة يعني توضح بشكل جلي وضع سوريا الآن النظام ليس وحده في الساحة في سوريا وبعيدا الحقيقة عن المبالغات والأوهام الحقيقة لا يوجد أحد يعتقد أن المفتاح الخليجي على سوريا سيخفف من ارتباط النظام بإيران لا أنا أعتقد هذا غير صحيح وغير دقيق هذا لن يحدث هذا لن يحدث بالأكس دخول الدول الخليجية الآن في هذه المرحلة سيكون دعما بالمجان نظام إيراني الروس الآن هم تقريبا في ورطة في سوريا يتمنون دخول الدول الخليجية يتمنون دعما خليجيا للاستثمارات وأن تدفق استثمارات في سوريا لا بأس لكن هناك قانون قيصر وهناك إيران أيضا حتى لو قضت ولاية المتحدة الأمريكية إلى حد ما لا زال قانون موجود حاليا فلا يمكن أحد أن يتصور أيضا تدفق استثمارات بوضع الحالي لا بد أن النظام أولا هل سيحكم النظام سيطرته على كامل تراب سوريا هذا السؤال السؤال الآخر المهم هو هل سيغير النظام من سياسة تجاه دول الخليج ونظرته عنها الحق هذا الأزمة مستمرة مع دول الخليج ومع المملكة تحديدا كما قلت قبل 2011 ليست أزمة طارئة بسبب هذه الحرب الأهلية السورية لا بد أن تتغير أمور كثيرة في سوريا أو في النظام لا بد أن يكون هناك حل توافقي وسياسي في سوريا حتى تستقر هذه البقعة وحتى تتمكن دول الخليج وعلى رأسي المملكة التي يبواب الدول الخليجية الحقيقة حتى لو اختلفت مواقف بعض الدول الخليجية الأخرى تبينت من سوريا يظل الموقف السعودي هو الحاكم بالنسبة لدول الخليج هنا أسأل ضيفي من دمشي سيد شريف شحادي فيما تبقى لدي من الوقت هل ستراجع سوريا هل سيراجع نظام الرئيس بشار الأسد سياسته وعلاقاته مع دول الخليج ليحسن هذه العلاقات البعض يرى بأن الكرة الآن في الملعب السوري بعد كل هذا الانفتاح العربي وإن كان متفاوت ولكن هناك نوع من الانفتاح على العلاقة مع سوريا أنا متفاجئ من ضيفك من السعودية يتحدث عن علاقات سيئة بين سوريا والسعودية على العكس تمام علاقات جيدة ونتذكر جميعا عندما زار الملك السعودي عبد الله سوريا وزارة مع الرئيس الأسد إلى لبنان وغير ذلك أنا أعتقد أن العلاقات سوريا والسعودية ركيزة في العلاقات العربية ومن المصلحة السعودية أن تكون سوريا قوية لا مجزأة تركيا دولة محتلة إذا استطاعت تركيا أن تقسم سوريا إلى دويلات سوف تقسم العراق إلى دويلات وسوف تسعى إلى تقسيم السعودية إلى دويلات والإمارات إلى دويلات هناك احتلال تركي غاشم وهناك احتلال إسرائيلي وأنا أعتقد أن الشعب السعودي لا يوافق على ذلك الاحتلال كائنا من كان لذلك أنا أقول العلاقات العربية السورية علاقات جيدة ومن واجه بالعرب أن يعودوا إلى سوريا ومن واجه بالعرب أن يحموا سوريا سوريا تطالب بخروج القوات الأجنبية تحدثت عن تركيا أيضا تطالب بخروج الولايات المتحدة الأمريكية ماذا عن روسيا؟ ماذا عن إيران؟ هل يمكن أن تطمئن سوريا دول الجوار والدول الخليجية؟ ممكن سوريا أن تطمئن دول الخليج وكثير من دول العالم عند انتهاء الحرب على الإيراب سوف تنسعب هذه القوات تنسى من وصلاحة روسيا أن تبقى إلى أبد الابدين لكن هناك اتفاقيات عسكرية بين سوريا وروسيا كما هناك اتفاقيات عسكرية بين السعودية وأمريكا كما هناك اتفاقيات عسكرية بين الأردن وأمريكا هذا أمر طبيعي لكن خروج القوات يجب أن تخرج كل القوات التي دخلت بدون موافقة الحكومة السورية هذه دول الاحتلال أما التي دخلت تساند الحكومة السورية في حربها على الإيراب هذا الاتفاق بين سوريا وإيران وروسيا وتخرج هذه القوات متنتهت موجة الإرهاب وأعتقد أن الإرهاب الذي يضرب سوريا أكدته الولايات المتحدة الأمريكية عندما قالت أن سوريا تتعرض لإرهاب واعترفت دولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من المناسبة أن هناك مجموعات إرهابية مثل داعش والنصرة تقاتل الحكومة السورية والشعب السوري شكرا جزيلا لك من دمشق كنت معي عضو مجلس الشعب سابقا سيد شريف شحاتي شكرا جزيلا لك ومن الرياض كان معي كبير المستشارين ومدير برنامج الدراسات الأولية في مركز الخليج للأبحاث الدكتور هشام الغنام شكرا جزيلا كان معي من عمان وزير الإعلام السابق سيد سميح المعيطة شكرا لك معا للوزير إذن نعود الآن لمتابعة مشاركاتكم في الإجابة عن سؤال استطلاعنا السؤال كان هل يشكل أردن بوابة انفتاح عربي على سوريا بنعم أو لا 27% قالوا لا و73% قالوا نعم إذن بهذه النتائج على سؤال حلقتنا الرئيسي لهذا الأسبوع نكون قد وصلنا إلى ختام حلقات هذه الليلة وهذا الأسبوع من على الحدود أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء